أكد مراقبون أن حزب الإصلاح الأخوان المسلمين في اليمن لن يكون استثناء من بين جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبر بيان سعود اليوم جماعة إرابية وأشار مراقبون إلى أن السعودية شنت هجمة على حزب الإصلاح اليمني خلال الأيام الماضية بسبب تعثر تنفيذ اتفاق الرياض كما اتهم ناشطون وسياسيون مواليون للسعودية الحزب بتبادل الأدوار مع الحوتيين ورغم أن الحزب اليمني حاول استرضاء السعودية بإعلانه أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان إلا أن جذوره وعلاقته التاريخية بالجماعة هي التي تضعه السعودية في الاعتبار واعتبر ناشطون أن السعودية تتنكر لتضحية الحزب معها وشنت الناشطة الإخوانية توكل كرمان حملة ضارية على السعودية في منشورات لها على الفيسبوك متهمة السعودية بأنها منبع الإرهاب في مقال سمير النمري ضحى أخوان اليمن بألاف من أنصارهم في سبيل الدفاع عن الحدود السعودية الجنوية منذ خمس سنوات وما زال هناك عشرات الآلاف آخرين يدافعون عنها من هجمات الحوثيين كيف سيكون موقفهم بعد أن صدرت في حقهم فتوى دينية من هيئة كبار العلماء السعودية باعتبارهم إرهابيين مارقين ينبغي قتلهم ترجمة نانسي قنقر